نعمة السورة بمجملها تستعرض بعض نعم الله ابتدأ سبحانه بذكر الصفة التي كانت منها هذه النعم وهي الرحمة والرحمة صفة تختص بالله لأنها تشمل الدنيا والآخرة وتعم الناس جميعا وتشمل الأمور المادية والمعنوية وابتدأ بنعمة تعليم القرآن للإنسان وخصه ابتداء لأن به الحياة الباقية في الآخرة ثم ذكر نعمة خلق الإنسان بما يحمل من أسرار وخفايا ودقة وروعة وأنه المقصود من وراء خلق الكون كله ثم ذكر سبحانه أنه هو علم الإنسان البيانة بعد خلقه علمه كيف ينطق وكيف يعرب عما في نفسه ويعيشه من عواطف وأحاسيس ووجدانيات وبهذا البيان كتب الشعراء شعرهم والفنانون منجزاتهم الشمس والقمر يجري كل منهما بحساب دقيق وتنظيم متقن رفيع لمنافع هذا الإنسان وخيره الشجر هو النبات الذي له ساق كالتفاح ووقع الخلاف في النجم والأصل فيه الكوكب الذي في السماء ويكون ذكره هنا رمزا لما في السماء من مخلوقات والشجر لما في الأرض وقيل أنه النبات الذي لا ساق له وسجودهما عبارة عن تسخيرهما فيما خلقا له وأدائهما لدولهما فيما خلقا له هذه من منن الله أنه رفع السماء فوقنا بما فيها من كواكب ومجرات ووضع الميزان من منن الله أنه وضع القوانين العادلة التي بها توزن الأمور كلها وقيل أن المراد بالميزان هو العدل لا تتجاوز بهذا الميزان من العدل إلى الجوري بالزيادة أو النقصان ليكن الوزن قائما بالعدل والحق دون حيف بزيادة أو نقصان ولا تخسر الميزان الإخسار النقص والبخس والمقصود لا تزيد ولا تنقص بل أعط الحق كاملا فإن الأرض رغم كرويتها فقد جعلها سبحانه بشكل يستقر عليها الإنسان ويتنقل فيها ويطلب معاشه وقد ذكر بعض ما أودع فيها حيث وضع فيها فاكهة بمختلف الطعوم والألوان والأشكال ووضع النخل ذات الثمار الطيبة والأكمام أو عية الطلع الذي يطلع فيه القنو ثم ينشق عنه العنقود والحبد العصف والريحان فقد أودع سبحانه في الأرض الحب وهو كل ما كان على شاكلة القمح والعصف هو قشر الحب أو ورق الزرع يستعمل علفا للدواب وأما الريحان فهو كل نبات طيب الريح الخطاب إلى الثقلين الإنس والجن والاستفهام يحمل دعوة إلى التفكير بأن كل نعم الله واحدة لا يمكنكم إنكارها وجحدها أو أن تستغنوا عنها بدأ خلق الإنسان آدم من طين يابس شبهه بالفخار وأما الجان الذي يقابل الإنسان فقد خلقه الله من لهب من نار ثم أعاد الاستفهام مجددا بأن هذه النعمة يجب الوقوف عندها وأداء شكرها لما ذكر سبحانه الشمس والقمر فيما تقدم ذكر مشرقهما ومغربهما لما يدل ذلك على حدوثهما وأنهما بحاجة إلى المحدث ولما في المشرقين والمغربين من فوائد ودلالات ثم أعاد الاستفهام مذكرا بهذه النعمة مرجة تأتي بمعنى خلطة وبمعنى أرسل والثاني أوفق بتفسير الآية والبحراني هما البحر العذب والآخر المالح الماء العذب والآخر المالح فهما يلتقيان في الأرض ولكن بينهما حاجز يمنع طغيان أحدهما على الآخر لتبقى الحياة مستمرة بانتظام وبدون فوضى أو خلل والبرزخ هي الحواجز الطبيعية التي تفصل بين المائين وأعاد سبحانه الاستفهام لأن كل نعمة تستحق الشكر وعدم التكذيب اللؤلؤ هو الدر الذي يتكون في الأصداف والمرجان في البحر كالشجر منه أبيض وآخر أحمر وأسود وهتان نعمتان تعودان على الإنسان بالنفع زينة وتجارة وفيهما أرباح طائلة وأعاد الاستفهام هنا أيضا ولله السفن المصنوعات التي تطفو على سطح الماء كالجبال وهذه منة لما في السفن من فوائد ومنافع حتى أصبحت الأساطيل البحرية عمدة في التجارة والحرب وحماية الحدود وأيضا أعاد سبحانه التذكير للجن والإنس بهذه النعمة هذا حكم عام صادر عما بيده الموت والحياة فكل بما تفيد من عموم واستغراق تنهي وجود كل مخلوق على وجه الأرض نعم يبقى الله وحده واجب الوجود الخالق المالك الذي بيده الأمور ووصف سبحانه نفسه بالجلال أي العلو والعظم وبالإكرام يعني الفضل والعطاء وكان الفناء أي الموت نعمة لأنه ينقل الإنسان إلى عالم الرحمة الإلهية فيتحول الموت إلى جسر عبور إلى دار الخلود والنعيم ولذا استفهم التقلين وذكرهما بهذه النعمة بيان لحاجة الإنسان الدائمة إلى الله من أصل وجوده إلى الاستمرار في هذا الوجود إنه سؤال بلسان الحال يحكيه الإمكان وبلسان المقال حيث يتوجه إليه العارفون فإن كل كائن في السماوات أو في الأرض يسأل الله كل يوم هو في شأن كل وقت ولحظة في أمر مهم يقوم به بتدبير خلقه فيرزق ويعطي ويعز ويذل وهكذا فهو قائم على الكون وبما فيه